رمضان بيحب ايه؟ هنربطه بأمل جديد في حلقتنا النهاردة هنربطه بولدنا هنربط ان رمضان بيحب ان احنا نشوف ولادنا صلحين برين نشوف ولادنا بتصلي الفروض وبتصلي التراويح نشوف ولادنا بتعمل أعمال خير نشوف ولادنا بيتجمعوا بيعملوا إطعام بيلموا بعض ويعملوا سندق ويوزعوها على الحبايب نشوف ولادنا بيصحوا ويصحونا ويقولولنا يلا عشان حنصلي الفجر نشوف ولادنا بيقولولنا يا مام ارتاح انت النهاردة انا اللي حقوم احضر السحور او انا اللي حشطب المطبخ انت ارتاحي ما تتعبيش نفسك نشوف ولادنا برين بينا نشوف ولادنا بيقولوا حضرتك وحضرتك ويقولوا للغرب طنت وانكل صح ولا ايه؟ انا كنت في بصور حلقة مسجلة مع مولانا فانا عايزة تبسط مع الاطفال فبقولهم يعني يقولولي ايمان انا مش هيداهم يبقوا خايفين مني يعني وكده فبقولولي ايمان فبقولانا علمني زي ما دايما بيعلمي قالي لأ يقولولك يا طنت فرجعت تاني للفكرة دي احنا بقنا نتبسط مع اولادنا فعلا بزيادة فضيعنا كتير من القيم اه انا هتبسط وخليهم يصحبوني ويحبوني بس نفضل بطنت وانكل ونفضل بحضرتك وحضرتك ونفضل ببابا وماما بس بابا وماما لسه موجودة لا انا بشوف ناس بتعتقد ان من اللطف يعني ان هو ينادي ابوه او امه باسموهم مجردا كده يا ايمان اه يا فلانة او يا فلانة ده نوع من نوع الملطفة يعني انا بصراحة باستقبح ده لا يعني ما بشوفوش لائق يعني وملوش علاقة بان احنا نبقى اصحاب يعني مملوش علاقة بالعكس يعني بل يعني يعني الناس الطيبين كانوا بيقولوا ان فيه عشر حاجات بتجيب الفقر ولا عياذوا بالله الفقر المادي الفقر المادي اه اه منها منادات الوالدين باسموهم مجرد اه واحد ينادي ابوه امه كده باسموهم ده من من حاجات اللي بتجيب طاقة سلبية ده بعد الحضرتك يعني بالتعبيرات الناس بتفهمها بعد الحضرتك قلت ده خلاص لا انت الفقر بعد من الحضرتك قلت ده كله حيقول ابي امي خلاص كده يا بابا يا ماما يا والدي يا والدتي كده